أشار السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في مقابلة حصرية لنشرة الأخبار إلى أن نظام حماية الأجور حرص على تطبيق أفضل التجارب والأنظمة لهذا النظام الجديد والذي سيقفل خلق بيئة عمل أمنة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وتحفظ حقوق أطراف العمل ومدى التزامهم بدفع أجور جميع العمال في أوقاتها نظام حماية الأجور هو نظام يضمن شفافية والتأكد من عملية دفع أجور العمالة البحرينية والعمالة الوافدة في حسابات بنكية فبدأنا في البداية بتعديل قانوني على قانون العمل بحيث أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا حينما يودعه في حسابه البنكي ولا يكفي الدفع نقدا وبعد ذلك صدرت القرارات من مجلس الوزراء المواقر حول الموضوع والآن نحن باستكمال بقية القرارات التي تصدر عن وزارة العمل وعن هيئة تنظيم سوق العمل يتكون النظام من آلية يتم فيها ربط النظام البنكي وشركة بانفت تحت إشراف مصرف البحرين المركزي بقاعدة بيانات تتواجد لدى هيئة تنظيم سوق العمل بحيث نطلع على عملية تحويل الأجر ولا نطلع على الحسابات البنكية أنفسها ولكن عملية انتقال الأجر من حساب صاحب العمل إلى حساب العامل والتأكد من إداعة هناك هذه ما سوف يتم تسجيلها في قاعدة البيانات ويوفر هذا النظام تقليل من الوقت المستهلك في عملية حل النزاعات العمالية المتعلقة بالأجر كما أنه يضمن أن البحرنة تكون بصورة محكمة وقوية ولا يوجد هناك توظيف وهمي للبحرينيين كما أكد العبسي أن تطبيق نظام حماية الأجور يوفر المجال أمام المحاكم العمالية أيضا للحصول على المعلومات اللازمة حول القضايا العمالية الإسراعي في البت فيها ما يضمن حقوق العمال ويمنع الاستغلال ويعزز من مكانة مملكة البحرين دوليا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص النظام سوف يبدأ تطبيقه في شهر سبتمبر القادم شهر تسعة بعد شهرين كمرحلة تجريبية تستمر ثلاثة أشهر يتم بعدها الدخول في التطبيق الكامل وبالتالي هو لم يطبق إلى الآن ولكن هناك ترحيب كبير لأن هذا سوف يضمن جميع الحقوق وفي نفس الوقت يضمن سرعة البت في الخلافات وقد طبق في دول أخرى وأثبت نجاحه وبالتالي هناك ترحيب محلي وكذلك ترحيب دولي به ترجمة نانسي قنقر